في تقارير غربية من الصحافة الغربية وايضا تقرير من الوكالة الروسية للانباء وايضا تصريح من الحوثيين اعلنوا انهم يملكون الان او قاموا بتجربة صواريخ فرط صوتية الصواريخ الفرط صوتية التي يملكها الحوثيين او يزعم انهم يملكونها الحوثيين تصل سرعتها ثمان اضعاف من الصواريخ التقليدية هذه الصواريخ تعمل بالوقود الصلبة التقارير الغربية اللي تحدث فيها المختصين قالوا ان الحوثيين اذا فعلا استخدموا الصواريخ الفرط الصوتية فان الدفاعات الجوية في جميع دول العالم لا تستطيع تعقب او التصدي لهذه الصواريخ هذه الصواريخ يبلغ مدىها يبلغ مدى هذه الصواريخ تقريبا 6000 كيلو متر بمعنى انها قادرة على ضرب اسرائيل الحوثيين اعلنوا في تصريح لهم انهم سيقومون بضرب السفن المتجهة الى اسرائيل من رأس الرجاء الصالح ايضا اعلنوا انهم سيضربون ايضا السفن المتوجهة الى اسرائيل في قناة السويس الحوثيين في البيان الصحفي لم يعلنوا عن مخزونهم من هذه الصواريخ لكنهم اعلنوا عن تجربة صاروخ فرط صوتي انا سمعت وشفت بيان الحوثيين على انهم يملكون صاروخ او قاموا بتجربة صاروخ فرط صوتي لكن كنت ابي اتأكد من اكثر من مصدر اليوم الصحف الغربية عنوينها الرئيسية عن امتلاك اليمن او الحوثيين صواريخ فرط صوتية وطبعا في بعض التقارير اتهمت ايران بتزويد الحوثيين بتقنية الصواريخ الفرط صوتية بعد هذه الانباء يقال في تقارير صحفية ان الولايات المتحدة الامريكية عقدت اجتماع مع ايران اجتماع غير مباشر مع ايران في عمان لكن اذا فعلا الحوثيين بدأوا في استخدام الصواريخ الفرط صوتية هذا يعتبرها الخبراء العسكريين تحول كبير في الحرب حاليا ما بين الحوثيين والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وقد يجبر هذا التطور الكبير بامتلاك الحوثيين للصواريخ الفرط صوتية بانسحاب البحرية الامريكية والبريطانية من البحر الاحمر وبحر العرب وقد يجبر ايضا اسرائيل على ايقاف الحرب في غزة لذكر اليوم وامس في صحف غربية في الولايات المتحدة الامريكية واروبا وغيرها نقلت هذه التقارير والوكالة الحكومية الروسية ايضا نقلت هذه التقارير عن امتلاك الحوثيين او بدء تصنيعهم لصواريخ فرط صوتية يذكر ان الصواريخ الفرط صوتية لا تستطيع اي منظومة دفاع في العالم التصدي لهذه الصواريخ وطبعا يتم اتحام ايران بتزويد الحوثيين اما بالتقنيات لهذه الصواريخ او كيفية تصنيعها او تزويد الحوثيين بهذه الصواريخ مباشرة